اهلا بيكم فيديو جديد معاكم رونزا النهاردة مشروعنا مميز وامر كده زي ما احنا شايفين هنعمل النحلة بتاعتنا الامر الكيوت دي بسو توكا جميلة جدا جدا هتحبها بناتنا ومشروع لينا كمان نقدر نعمل منه كميات كبيرة جدا ونبيع الشغل بتاعنا ده لو بتعجبكوا افكاري شجعوني باللايك والشير سبسكرايب لسه في افكار كتير حلوة قوي قوي هنعملها مع بعض في القناة يلا بينا على طول نبدأ ونشوف الامر ده عملناه ازاي مع بعض الخيط اللي هشتغل بيه في مشروعنا النهاردة ده خيط فرنساوي بيبقى رفيع كده شبه خيط إليس ديفا تمام وهشتغل معاه بابرة مقاس اتنين يلا بينا نبدأ اول حاجة هعمل دايرة سحرية هشتغل جوه دايرة ست غرز حشو اول واحدة اتنين تلاتة تمام اعملت ست غرز حشو هقفل على الدايرة بتاعتي هدخل عند اول واحدة عند الـ بي اهيه تمام واخد منزلقه وارتفع سلسلة هعمل التزايد بتاع الدايرة بتاعي فوق كل غرزة حشو غرزتين حشو يعني الستة دول هيبقوا اتناشر غرزة معاه كده اتنين في نفس الغرزة الحشو واللي جنبها كمان هتبقى اتنين تمام اهي بالشكل دا انا واخلص الـ 12 كلهم ونرجع نكمل مع بعض انا خلصت الـ 12 بتاعي تمام هدخل في اول واحدة وهاخد غرزة منزلقه تمام وهرتفع سلسلة هعمل ايه هعمل برضو التزايد الطبيعي بتاع الدايرة هدخل في نفس مكان المنزلقه هاخد غرزة حشو واحدة اللي جنبها تزايد تمام يعني الدور ده هيبقى 18 غرزة الدور كله هيبقى 18 غرزة هشتغل غرزة واحدة بس واللي جنبها تزايد هخلص الدور كله ونرجع نكمل خلصت 18 غرزة بتاعي الدور الثالث هدخل في اول واحدة خالص هاخد منزلقه وارتفع سلسلة هشتغل الدور الرابع هدخل في نفس المكان اخد اول واحدة حشو تاني واحدة حشو وبعد كده تزايد اتنين اللي هو التزايد بتاع الدايرة هخلص الدور كله ونرجع نكمل معه بقى طيب انا خلصت الدور الرابع بتاعي تمام بتاع الدايرة اه دول الغرز دي 24 غرزة هعمل ايه هدخل اقفل الدور الرابع تمام اهي بس انا هدخل هاخد اللون الاسود معي هاخد اللون التاني معي اهو تمام هقفل كده هطلع بس ارتفاع سلسلة انا هسيب الخيط الاصفر مش هقطعه تمام عشان هستخدمه تاني تمام هنشتغل ايه بعد كده في نفس المكان المنزلقه هدخل تاني تمام انا دخلت كده هدخل تاني في نفس مكان المنزلقه هاخد هاخد الخيوط دي معي في الشغل الخيط الاسود والاصفر مش هاخده انا مش هاخد الخيط الاصفر في الشغل معي تمام هاخد اول واحدة بس حشو هعمل ستة حشو باللون الاسود ده اول واحد كده اتنين تلاتة اربعة وخمسة وستة كده عملت ست غرز حشو هطلع ارتفاع سلسلة وهالف الشغل بتاعي هعمل ستة برضو تمام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وستة هسحبها باللون الاصفر لو فاكرين ان احنا ما خدناش الاصفر معنا تحت الشغل بصوا اهي هسحب رقم ستة باللون الاصفر تمام هرتفع سلسلة اوكي تمام هاخد معي انا الاسود ده معايا في الشغل هعمل ايه اللون الاصفر اللي انا هبتدي به هدخل في نفس المكان اللي لسه طلع منه دلوقتي بمنزلقة اهو هدخل فيه الاول بس اخد واحدة حشو وهاخد الخيط الاسود ده معايا تمام ايه دي اول واحدة حشو تمام اول واحدة بس من الستة بتوعي هعمل فيهم اتنين غرزة حشو يعني اول واحدة دي بس هعمل فيها اتنين غرزة حشو بعد كده هشتغل غرز حشو عادية جدا يعني مثلا ادي واحد اتنين تلاتة وايه اربعة كده عملت اربعة حشو اخر واحدة اخر واحدة برضو هعمل فيها اتنين حشو تمام بصوا كده معايا اهي اخر واحدة ادي واحد هدخل تاني فيها هعمل اتنين حشو تمام اهي يبقى انا هنا كده اول واحدة عملت اتنين واخر واحدة عملت اتنين فالدور ده بقى معايا تمانية غرز اه حشو انا مش هاخد الاسود التاني معايا انا هسيبه هاشتغل بالاسفر بس برضو غرز حشو تمن غرز حشو عاديين من غير اي حاجة كده اتنين واحد اتنين تلاتة تمانية تمام هرتفع سلسلة وهاشتغل تمانية برضو واحد اتنين تلاتة تمانية دي تامن غرزة حشو مع تامن غرزة حشو انا هطلع تمام ادي غرزة الحشو هاخدها باللون الاسود لاني هكمل الدور اللي بعديه بالاسود هرتفع سلسلة عايز اقول لكم على حاجة لو احنا هنطلخبط في موضوع الخيوط احنا ممكن كل دور نخلصه نقطع الخيط نقص الخيط ونشتغل باللون الجديد عادي خالص وناخد الخيط اللي قطعناها معانا في الشغل لو فكرة الخيوط دي هتلخبطنا اننا نسحبها يعني وكده من المنزلقة لو هنطلخبط فيها تمام انا ارتفعت سلسلة هعمل ايه هاخد دور بالاسود انا كده خلصت الاصفر معايا مش هشتغله تاني تمام تمام هاخده معايا في الشغل طالما ما انا خلصته اول حاجة هدخل في نفس مكان المنزلقة هو ياخد واحدة حشو تمام الدور ده كمان هعمله تمانية يعني كده واحد اتنين تلاتة واخر واحدة تمانية هرتفع برضو سلسلة هشتغل ازاي نسوا كده معايا الدور ده عايزة اشتغله ستة ست غرز حشو هعمل ايه هدخل في اول واحدة وهدخل في تاني واحدة شايفين تلاتة دول هاخدهم مع بعض كده غرزة واحدة بس يعني عملت تناقص هشتغل بعد التناقص ده واحد اتنين تلاتة اربعة اربع غرز حشو عاديين جدا واخر اتنين برضو هعملهم تناقص ادي واحد وادي اتنين هاخدهم مع بعض فانا كده رجعت للعدد بتاعي ستة هرتفع سلسلة وهشتغل اخر دور معايا تمام؟ اللي هعمل فيه برضو الديل بتاع النحلة بتاعتنا برضو هشتغل ست ست غرز حشو هم هم هدي واحد اتنين تلاتة نركز بس في الحتة دي بعد اول اول تلاتة حشو واحد اتنين تلاتة اعمل واحد اتنين تلاتة عملت تلاتة سلسلة هدخل في اول وحدة اول وحدة خالص هاخدها كده منزلقة تمام؟ وهكمل غرز الحشو بتاعتي العادية خالص واحد اخر تلاتة من ناحية التانية هرتفع بس الاول سلسلة قبل ما اقطع الخيط اهي بصو كده معايا اهي ده اديل بتاع النحلة بتاعنا اهي عملنا تلاتة وبعدين ارتفعنا تلاتة سلسلة وعملنا تلاتة تاني الوقت احنا هنعمل الجناح بتاع النحلة بتاعتنا بصو مش احنا كنا عاملين سطرين اسود تمام؟ هدخل هنا كده في السطر التاني ده تمام؟ اه السطر التاني من الاسود هيخد كده معايا اول سلسلة اتنين تلاتة تمام؟ عملت تلاتة سلسلة هعمل ايه؟ هيخد غرزة في نفس المكان في نفس المكان اللي طلع منه اهو اللي طلعت منه بتلاتة سلسلة هيخد اول اول غرزة معايا اتنين وهطلع من اخر اتنين هيخد غرزة تاني في نفس المكان هنا برضو اهو تمام؟ هطلع كل مرة من فاتلتين تمام؟ يبقى انا عملت تلاتة سلسلة واتنين غرزة في نفس المكان تمام؟ هعمل كمان غرزة بس مش في نفس المكان في اللي جنبها بصوا كده في الاصفر اللي جنبها ده تمام؟ برضو هطلع من اتنين من اتنين من فاتلتين اخر حاجة يبقى انا كده عملت تلاتة تريبل هطلع هعمل واحد اتنين تلاتة تلاتة سلسلة تمام؟ وهدخل اخدها منزلقة مع غرزة التريبل اللي كانت في الاصفر ده تمام؟ اهي هنزل اخد معايا الخيط ده هنزل كده انا دخلت في اللي جنبها انا عايزة ادخل في نفس الغرزة اهي وهاخد منزلقة تمام؟ من المنزلقة هطلع تلاتة سلاسل واحد اتنين تلاتة اوكي؟ هعمل ايه؟ هعمل غرزة تريبل فين في اللي جنبها بصوا في الغرزة اللي جنبها هاخد اتنين وقادي فاتلتين وقادي فاتلتين تمام؟ هعمل كمان غرزة تريبل في نفس المكان بصوا كده اهي اخر حاجة هعملها هعمل واحد اتنين تلاتة تلت سلاسل وبردو في نفس المكان هدخل هاخد المنزلقة عشان هقفل على جناح بتاعي وهاخد كده ارتفاعي سلسلة وهقطع الخير بتاعي تمام؟ اهي هكرر ده تاني هنا اخر نقطة اخر نقطة كنا فيها في الجناح الاخير ده اهو هفضل ماشي كده جنبه تمام؟ يبقى انا هطلع من هنا اهي عشان ابتدي الجناح معي اتنين اهو واحد اتنين تلاتة تمام؟ هبتدي نفس الخطوات دي تمام؟ اللي هو الجناح الصغير هنا عملنا الجناح الكبير وهنا الجناح الصغير هبتدي الناحية التانية هنا بالجناح الصغير الاول تلاتة سلسلة وبعدين في نفس المكان اتنين انا هاخد الخيط معي بدايتي كل مرة هطلع من فتلتين غرزتين اهي برضو اهي تمام؟ وواحد اتنين تلاتة تلات سلاسل زي ما بدأت بتلات سلاسل هقفل على الجناح بتلات سلاسل بس في الغرزة اللي جنبها بصوا اهي مش في نفس المكان ولا حاجة اهي في الغرزة اللي جنبها بمنزلقة من المنزلقة هطلع تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة تمام؟ اهو ده اول جناح هاخد مع المنزلقة مع اهي تاني مع المنزلقة اهي هاخد برضو غرز عمود قصدي تريبل تمام؟ هاخد كمان غرزة تريبل بس فين في الاسود بصوا كده اهي في السطر الاسود تمام؟ اهو كده انا عملت اتنين تريبل تمام؟ هعمل ايه؟ هعمل تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وهنزل في نفس المكان عشان اقفل بمنزلقة وسلسلة عشان اقطع الخيط بتاعي الخيط الاسود وهدخل هنا كده في الراس هعمل ست سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة تمام؟ هعد من تحت السلسلة على طول هعد ست سلاسل واحد سوري تلات سلاسل واحد اتنين وهدخل في رقم تلاتة اهي هدخل في رقم تلاتة هاخد منزلقة اللي بعديها السلسلة اللي بعدها برضو منزلقة كده اتنين منزلقة ودي تلاتة كده تلاتة منزلقة تمام؟ هدخل في اخر واحدة دي اهي اربعة كده اربعة منزلقة تمام؟ وهدخل في الراس نفسها برضو منزلقة كده خمسة وهاخد ارتفاعي سلسلة وهقطع الخيط تمام؟ هاجي هنا واحد اتنين تلاتة اربعة عند رقم خمسة يعني انا سبت اربعة فوق تمام؟ هدخل في رقم خمسة هعمل زي دي بالزبط تمام؟ برضو بالخيط بتاعي الاسود اتنين بعد اما خلصنا كده بالشكل ده هنعمل العينين مع بعض نجيب يا اما لولي يا اما الحاجات الصغيرة دي اي حاجة كده تكون حجمها صغيرة لونها اسود هجيب كده شمعة لازق صغيرة انا جبت ابرة كده ابرة التنظيف وحطيت فيها اللون الاسود بتاعي عشان هعمل بتاعة النحلة بتاعتنا وده كده الشكل النهائي للتوكة بتاعتنا زي ما شفنا بصو حطينا لزقنها بشمع اللازب وجبنا كده قماش اللي هو الجوخ ده بس غطينا بس ظهر الشغل بتاعنا تمام عشان يلزق ويلزق فيه التوكة بالشكل ده بصو الفينيش بتاعها شيك قوي بشكل حلو قوي قوي انا يا رب افكاري تكون بتعجبكو لو بتعجبكو افكاري شجعوني باللايك والشير وسبسكرايب لسه فيه افكار تانية كتير حلو قوي هنعملها مع بعض قريب اشوفكو المرة الجاية باي باي